كلف وزير التنمية المحلية محمود شعروي بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميدانية لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الطرع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الجاري في 37 مركزا إداريا تم ترشيحهم بعشرين محافظة لتنفيذ المبادرة وفي بيان أكلت الوزارة أهمية دور الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كان مذج مع دعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الطرع والمصارف ونواتج التطهير